أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة قوات الحوثي هجماتها التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشأتها الحيوية والمدنية وكان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزنات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء مما خلف بعض الأضرار المادية وتؤكد وزارة الخارجية في بيان لها مجددا على شجب مصر التام ورفضها المطلق لهذه الأعمال ولأي عمل يستهدف أمن واستقرار الشقيقة السعودية وتعيد مصر التأكيد على وقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدبير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنها انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين الشقيقين كما تؤكد مصر على خطورة مواصلة قوات الحوثي هذه الأعمال التي تعد تهديدا جسيما ومباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة ولسلامة إمدادات الطاقة فضلا عما تمثله من انتهاك لمبائد وقواعد القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر